اهلا بحضراتكم من جديد مش محتاجين طبعا نقول ونأكد ان مصر هي اقدم واهم حضارة عرفها التاريخ وزي ما فيه طبعا يعني تاريخ ودور كبير جدا لمصر فيه نشأة وتطور الحضارات يعني انسانيا على مدار الاف السنين فليها كمان دور كبير جدا في الدعم والجمع ما بين الشعوب المختلفة سواء العربية او الافريقية تفاصيل ومعلمات كتير هنعرفها عن الدور المصري الانساني اللي قدمته للشعوب المختلفة على مدار تاريخها من ضفنة اللي منوارنا الكاتب الصحفي الدكتور محمد سروت اهلا بحضرتك وصباحك صباح الورد اهلا بحضرتك صباح خير عليكم يمكن انا بيهمني اوي موضوع التاريخ يعني دائما التاريخ يشدني اوي بنبقى عايزين يقولك المنفاة قديمه تاه مش كده طبعا طبعا فمصر ايه سر انه يعني يمكن كان فيه حضارات برضو موازية طبعا في الفترة اللي فيها الحضارة المصرية القديمة ولكن لماذا هذا التميز والوهج اللي بيخص الحضارة المصرية القديمة الحياة في تاريخ مصر العظيم فكرة القوة بمعناها القوة الحربية والقوة الناعمة فازاي ان ملك زي رمزيس الثاني بيسموه ملك الارض ملك الشرق الادنى القديم ينتصر على قوة زي الحيسيين اللي هما كانوا ملوك جزء من الاناضول في تركيا وشمال سوريا انطقة المهمة دي ثم يعقد معاهدة معهم ويتزوج منهم فيما يسمى بالدبلوماسية الزواج السياسي معروف ده في كل الحضارات يعني حتى في حضارات اوروبا كمان ثم المنطقة دي ترجع بقى لما يحصل نكبة الاناضول وشمال سوريا ان مصر تكون من اوائل الدول اللي تعمل جسر جوي بين البلدين فتركيا اللي العلاقات بدأت لسه تسترد وترجع معاها واحدة واحدة سوريا المنطقة الشمال لا تسيطر عليها الحكومة السورية ولكن المعارضة فده معناها ان مصر طول تاريخها تتغاضع الاختلافات السياسية وتمارس دورها بشكل انساني كبير جدا 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 دم خلينا بقى نروح للعلاقات المصرية السورية بشكل اخاص احنا شوفنا كمان اللي حصل الفترة اللي فاتت بعد الزلزال طبعا المؤسف والمؤلم بس للناس يمكن مشوها دا بالها منه ان العلاقات المصرية السورية وصلت الى حد الوحدة في عهد الراحل الرئيس عبد الناصر وده كان في 58 صحيح انفصلوا في 61 بس كان فيه وحدة قوية وجديدة فكلمنا كده نرجع بقى بالتاريخ الورى لحد وصولا للزلزال علاقاتنا المصرية السورية انا عايزة اتكلم عن مشهد لما سيارة الرئيس جمال عبد الناصر شالها الشعب السوري شالها بالكتر لما ظهر دمشق الزيارة التاريخية وازاي انها كانت بطلب من الجانب السوري الوحدة هم اللي طلبوا من مصر وان كانت العلاقات التاريخية تصل على كل المستويات بين الشعبين تركيا سوريا بالجانب الاقتصادي اللي فيها والتجارة ومصر وقتها بثقالها القومي والسياسي كان فيه نوع من التكامل لدرجة ان لما حضركت روحي منبج لما زرت منبج في حلب معلقين صورة جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر كمان فضل متمسك بالاسم وغيروش بعد واحد وستين لما انفصلوا صحيح غيروا بعدها بكم سنة يعني هما فترة طويلة جدا انه هو اقليم واحد وامتداد واحد وده اللي احنا بنحرس عليه يعني في زياراتي للجانب السورية ما يعرفوا حضرك ان مصرية في كل العصور اولا ممكن ما ياخدش منك فلوس ممكن يخفض الاسعار حتى وقت قريب في معرض القاهرة للكتاب لما الاجناح السورية المرادي كانت كتير جدا جدا اكتر من الجناح سوري منتشر في الداخل والخارج فلما يعرفوا انك مصري ما يحسبكش فرق العملة يمكن زي ما سوريا كان لها دور كبير او الجيش السوري دور كبير في انتصار 73 والتحالف العربي مع مصر كان كمان في دور لمصر وقت حرب سوريا ودورها مع اللاجئين عايزين نوضحوا برضو للمشاهدين اول حاجة مصر رفضت مصلح لاجئين هي سمتهم الاشقاء وقالت انهم في المدارس المصرية في جميع المعاملات يعملوا معاملة المصريين امبارح نكون عندنا عقيقة في بيت سوري العريس او الاب طبعا اللي جاله مولود مصري والام سورية والد العروس عنده معامل وهو بيسموا المصنع معامل يعني السوريين بيسموا المصنع معامل فيه اختلاف العقيقة السورية والمصرية اه طبعا طبعا يعني احنا شكلنا حاجة جميلة جدا وسي اول الشاجة هتتقال ايه كلنا كلنا ايه سوري بقى كلنا كل ده الاكل السوري اللي هو بيعمله بقى ما بيعملش التاني حاجة هم مش مبازرين بقى عندنا والحاجات لا هو بيعمل حاجات محددة كالعيش السوري بتاعه المعجنات الاول المشروب جنبه او جنب اللي هو اللبن الرايب ده جنب الاكل وجنب المشاوي تبزيلا تعزمناش معاك يا دكتور نازم طبعا نازم معاك مبارح نروح لدوق الحاجات الحلوة دي عايز اقول كلمة الهالنا الراجل الكبير وزوجته وطبعا السيدة السورية عندها تقاليد في بيتها بتقول احنا واحد احنا امتداد واحد فده تاريخ كبير جدا من العلاقات بين مصر وسوريا علاقات تاريخية ممتدة على مدار كل العصور والازمنة طب تفتكر احنا اثرنا عليهم بايه وهم اثروا علينا بايه لان ده بيحصل جدا لما شعوب بتنخرط في بعضيها كده واحنا كانت بينا واحدة كمان مش بس بلدتين عربيين يعني كله بلد لوحدها لا احنا كنا متحدين فقولي اثرنا على بعض في ايه؟ احنا اثرنا الاداب والثقافة والفنون حصل فيه تأثير وتأثر بينا هم خدوا اللهجة مننا يعني خدوا كتير جدا من اللهجة المصرية والناس اللي بتقول الدراما السورية هم اصلا كان معظم الحاجات بتعرض الدراما مصرية كان فيه انتاج مشترك من البلدين بين البلدين ايام الفترة الستينات والسابعينات كان فيه انتاج مشترك في السينما والدراما على فكرة ولا زال الى الان فيه انتاج بيكون مشترك في الدراما تحديدا اه بس كان بالكترة الكبيرة دي كلها هم قدونا دكتور محمد احنا بطلنا ناكل شوارمة مصر يبناكل شوارمة سوريا والخلافة السورية في طريقها برضو يعني فاحنا بنأثر على بعض بشكل جديد يعني صناعة المنسوجات لا انا عايز اقول مثلا بشكل تاريخي صناعة المنسوجات احنا اتأثرنا بشكل صناعة المنسوجات والخامات السورية والقصة وحاجات سيرة جدا منهم خدناها من سوريا واحنا اثرنا فيهم في الاداب درجة مثلا الصديقي الدكتور قديب صعب عامل موسوعة عن التأثير هم طبعا اسمها بلاد الشام صح اللي هو سوريا ولبنان اه بالضبط فعامل فلسطين عامل فكرة التأثير المصري في بلاد الشام هو عامل موسوعة حلوة جدا عن ان ازاي مصر اثرت ادبيا في بلاد الشام هي اسمها كده اسمها لا لبنان موسوعة المؤثرات المصرية في الادب الشامي كلهم وفي موسوعة تانية صدرت بقى في مصر اسمها الشوام في مصر هم اثروا في حكاية الصحافة ان معظم اللي اصدر صحف في مصر هم الشوام مش نقول بقى اللبنانيين أو سود لكن الشوام هم اللي افتتحوا الصحافة المصرية ففيه تأثير وتأثر صحيح يجب يرجع بقى بقوة يعني عايز أقول لك حفلة هاني شاكر اللي اتعمل في دمشن ما تتخيليش الخناء والتزاحم رغم نحن جيل يعني يمكن هاني شاكر بنسبالنا هو من قوة نعمة لكن أنا مثلا أو بعض الناس أقول لك لا ده يعني شوية اختفى شوية في أجيال تانية طلعت طب أنا أفضل عنه مطرب معين لكن كم التزاحم اللي حصل على حفلة هاني شاكر وغيره من الفنانين المصريين في دمشن اللي خارجه من الحرب وحصار إلى الآب صحيح تا يدل على قوة ومتانة العلاقات ولا تأثرنا إحنا داخل بيحبوا اللهجة المصري الشوام يحبوا اللهجة المصري يحبوا يعشقوها يحب يحكي معك والعكس صحيح المصريين يحبوا جدا اللهجة الشام اللهجة الشام احنا بنا وبن بعض يعني أواصر محبة وصداقة كم الاستثمارات الموجودة في العاشر من رمضان في العبور مصانع ده من زمان الموجودة من زمان الموجودة بص مستمرة بالقوة بشكل كبير جدا كم خطوط الانتاج يعني عن صحاب كتير جدا سوريين يقولك السوري لو دخل مفيش في جيبه دولار واحد يتاجر ويكسب ألاف دولار شطار شطار بس في النهاية هو يحطها جوه مصر مش هيخرجها ويشغل عمالة مصرية وقت الزلزال الأخير وطبعا هي أزمة في الحقيقة الزلزال وأزمة إنسانية كبيرة واحنا قلوبنا مع تركيا وسوريا يعني عايزين نتكلم بقى على دور مصر كمان في هذه الأزمة واحنا بنتكلم دايما على دور مصر الإنساني المتواجد منذ فجر التاريخ أول حاجة أن مصر ما بسطش الموضوع بنظرة سياسية أن المنطقة دي تخضع لسيطرة اتجاه معين الشمال مثلا معروف بعيد شوية لا هي على طول مد الشاحنات طبعا بتنسيقها مع تركيا لأن لها تأثير في الشمال الشاحنات المصرية عبرت بنرد أهو على الاسكرين وحيك بتتكلم القصة دي بالضبط من الشعب المصري للشعب السوري كلمة عظيمة طبعا الجسر الجوي لبقى تركيا ده ساب عندهم أثر كبير جدا يعني الصحف والقنوات التركية بتتكلم عنه إن إحنا وشائج بين البلدين تاريخية وإعلاقات معظم العائلات التركية القديمة وإحنا بنتكلم عن التديخ دمر داش أنا بعرف تركي خرشد أو خرشيد أنا دولي أزمر لي معظم الأنقاب والعائلات التاريخية المؤلية بقوا مصريين في امتداد تاريخي صحيح إحنا كتير أصلا تلاقي كتير مننا يقولك أنا جديتي كانت تركية أنا جدي كانت تركية يعني الموضوع متشاعر يعني عايز أقولك أنا كنت في جامعة إسطنبول في محاضرة وبعدين دخلنا المزل في الجمعة فالناس لو مصر لي بيعرفوك بقى من لاجة والكلام والطريقة وجاي وفد مثلا داخلين فأولا يروحي لحضي عطرك يدي عليك عطر مصر لي يعني مصري مصر مصر دي كلمة عدوم كبيرة أولا مصر لي دول مصري ويقولك تشوك جزال جميل جدا يعني يكلمك ولو أنت يعني في صف متأخري يعني في صف الأول تسكّر دري ويا ديك ممنون دا 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 دي تسكّر دري في وشائك تاريخية فده ترك عندهم أثر أن مصر العظيمة تضامن معهم أن يحصل بسرعة هذا الاتصال السريع بين القيادتين البلدين يحصل تضامن الشعبي الدعوة للتبرع لتركيا كتير جدا فده نوع من أن العلاقات الإنسانية تبقى طبعا أنا عايزة أرجعك تاني لسوريا لأن احنا زي ما احنا قلنا احنا اتحدنا في 58 ومتفاصلنا في 61 وبعدين رجعنا تاني في مصاق 17 إبريل في 63 على ما أتذكر تم برضو المصاق ده الوحدة ما بين مصر والسوريا والعراق وبرضو الموضوع فشل فليه ليه العلاقات دي فشلت دايما رغم القراط الشديد بين البلاد ورغم أن احنا منحب بعض وما عندناش إلى حد كبير مشاكل مع بعض ليه دايما كل مصاق من دول بيفشح تدخلات الخارجية تدخلات الخارجية في ناس مش عايزة أن يحصل أي اتحاب من الدول العربية تدخلات الخارجية والضغوط لا تريد بالبلدان العربية خير يعني ليه مقاعد سوريا إلى الآن فارغ في الجامعة العربية لماذا لا يعود مقاعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية إذا كان مقاعدها في الأمم المتحدة موجود لسه إلى الآن الدول العربية ما عندهاش إرادة أن سوريا تعود كامل عضوية عضوية مجمدة داخل الجامعة العربية فدي إشكالية كبيرة جدا طبعا يعني منذ الأحداث اللي قامت على ما يسمى بالربية العربية فالمشكلة الخطيرة حضرك لأن القوى الخارجية تتحكم وتضغط وفيه انقسام روح الانقسام هي اللي بتعمل أن كل هذه المعادات التاريخية الجميلة بتفشل أو فيه رغبة وقت الأزمات والشدائد بيبان بيبان قد إيه إحنا من الشعب من نسبلنا تعالي شوف يا حضرتك أن مصر تبعت أطقم فنية وتضيّة ده موضوع يعني مش مجرد بس معاونات دابعتها أطقم للمساعدة في استخراج ضحايا الزلاف في سوريا طبعا الهلال الأحمر ليه دور كبير جدا خلينا ننتقل بقى من سوريا وتركيا للقضايا الفلسطينية ولا ستظل دائما في القلب المصري ودور مصر في هذه القضية يعني منذ سنين الحقيقة القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى والقضية المركزية وتعالوا نتكلم عن نقطة مهمة جدا أن مصر لا يمكن مهما تغييرت الأزمنة إلى يوم الساعة تتنازل أو تتراجع عن تأييد التاريخي القضية الفلسطينية اللي احنا ضحينا بالدم منذ الصورة الفلسطينية الأولى في الثلاثينات وستة وتتين ثم أيضا صورة عزدي القصة الأولى ثم بعد ذلك حرب 48 اللي احنا مصر ضحت كان اللواء محمد نجيب أو الرئيس مصري قائد الجيوش العربية كان تحت انضواءه عدد كبير جدا من الجيوش وأصيب فيها رقم 3 48 ضحينا فيها ضحينا كل الحروب اللي دخلناها من أجل فلسطين فمصر اليام دية طبعا عاملة مبادرة مهمة جدا لوقف التصعيد صح بعد أحداث القدس عملية القدس لأن في حكومة يمينية فيها واحد زي ابن غفير ده وزير الأمن الداخلي ده عايز يهدم بيوت الفلسطيني ويعزم لوقف أي تصعيد خصوصا دخلنا على شهر رمضان المعظم فلابد أن مصر تدور مهم جدا ثم أنه كمان زيارة الوزير كانت مهمة للأراضي الفلسطينية عشان الفصائل ألا يطلق صواريخ على إسرائيل حقيقة أن الشعب الفلسطيني عين بشكل جبير أو يتفتكر يعني ممكن إحنا من ساعة ما تولدنا وإحنا من ساعة ما فتحنا عنينا وإحنا عايشين في القضايا الفلسطينية تدخلات خارجية هل كبوس القضايا الفلسطينية دي ممكن يتحل في يوم الأيام والله يعني أنت عارف هو ده صراع يعني أذن لو تحل لو كان فيه نوع من العالم ما يبقاش عنده كلب وبيكيادين يعني إمتى يتحل لما أن العالم يشعر بمقساة الشعب الفلسطيني يعرف أن الأسير الأسير ليه مروان البرغوسي ما الجريم أفاقد ما فيش حد وإحنا منتكلم دلوقتي ما فيش ما جاش في عنيه صورة الشهيد محمد الدورة ما فيش حد ما عانيش ومنه إحنا صغيرين فعلا كلنا بنعيني وكلنا نحرج التكليم عن إعلامنا العربي أو على إحنا كشعوب عربي لكننا كراجل اللي عايش بره كتير جدا الإعلام الأجنبي مش دي اهتماماته الإعلام الأجنبي بس مؤخرا الإعلام بقى منفتحة على بعضه يعني نسبقت على درايا مش دي زماني لا ما نفاهم بس الصورة الزهنية أنت برضو بتزراعي لسه ألمانيا برضو عندها عقدة تاريخية فلسه بتحتفل بال لا بذكرى المحركة نحن شفنا العنصرية بتاعتهم في أزمة أوكرانيا أنه قاعدوا بقى يتكلموا على أن لا ده دول مش عرب ده دول زينا وعنيهم ملونة وشعرهم يعني أنت ده معقولة لا يعني لسه مش تتكلم حد دلوقتي آه يعني حد دلوقتي أنتوا لسه عندكوا عنصرية وبتتكلموا في التحضر والإنسانية موجودة هو باصص دول عرب ودول فالحقوق دي لسه العالم عنده كلب مكيالي وبيعتبر أن إسرائيل مظلومة أو مهضومة وأن الاحتلال معينه ده آخر احتلال في الإنسانية قاتل دولة احتلال غير إسرائيل موجودة الآن فمصر تبزل أهم حاجة جزء مهم جدا من تاريخ مصر ونضالها ووقفها وسوابتها أنها وقف التصعيد قبل شهر رمضان ما يحصلش طبعا لقدر انفجار لأن في حكومة طرف عماء هي اللي بتجر شكل الفلسطيني تهدم بيوتهم تعذب الأسرة في السجون تعمل تشدد تغير في هوية الأرض تعمل اقتحامات للمسجد الأقصى فده بيستفز الجانب الفلسطيني فتحصل عمليات وعمليات فردية يعني حتى مش شرط الفصائل كمان ده بفيها عمليات فردية لأن السلاح بكسرة تأخذ الأراضي المحتلة ففي عمليات فردية لا تستيع إسرائيل السيطرة عليها فده الدور المصري والثوابت المصرية اللي هتظل تاريخيا في كل تاريخ الصراع مع الشعب الفلسطيني وحقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس طب أخينا يا دكتور محمد تفتكر إحنا المفروض كشعوب مش هتكلم كدول مش هكلم مصغر كشعوب المفروض نعمل إيه دورنا إيه دورنا إيه دور الفرد هنا إيه أولا أنك تتضامن ولو بالقليل يعني يكفي أن مثلا الدراما بذات المنصات نحن كلنا الوقت نحن نتكلم عن المنصات طبعا الأعلام والفن ليه دور كبير جدا والعلام مهم جدا جدا أنه بدأت القضية تزوب شوية يعني بدأ يظهر التطبيع داخل المنصات أنه يشوه لك العملية كأنها عادية فتشويه الصراع فلازم إحنا دورنا يبقى على وعي كرجال دبلوماسية ناعمة إعلاميين ومثقفين وكتاب وفنانين أنه تظل قضية الفلسطين يحامل المفتاح اللي يفضل حامل مفتاح الأراضي المقدسة تولي التاريخ تظل داخل الدراما فيه نقطة حقيقة قلتها مهمة جدا جدا لازم أعقب عليها مها وهي أنه يحاول يحسسك أن العملية عادية وده اللي بقينا بنشوفه مؤخرا للأسف في أفلام ومسلسلات كتيرة طول الوقت بيحاول يحسسك أن كل حاجة عادية حتى ولو كان شرب الخمر عادي ولو كان حاجات كتيرة قوي طول الوقت بيحسسك أن ده العادي وأن المجتمع كده فبيسلسب لك من غير ما تاخد بالك ومن غير ما تحس أن ده العادي بس ده مش العادي ده مخطط طبعا مخطط كبير جدا جدا داخل المؤسسات دي لتغييب الهوية تزويبها إن لا إن لا اتقلت بشكل ذاكي جدا وواضح في فيلم أولاد العم الشريف مونير وكريم عبدالعزيز كانت كات واضحة يعني اتقلت بشكل واضح وصريح فيما يخص إزاي هما بيتسرسبوا وإزاي هما بيدخلوا كده في وسطينا ويعملوا الموضوع عادي عشان يدويبوا الفروق لكن شوفنا احنا في عبقرية همام في أبستردام الحوار طبعا صحيح بين همام وبين زميل وده في المطعم أو الفندق يعني طريقة ووزعين عادي الإيمان في السفارة في العمارة فستظل مصر دائما الأهرام بتاعتنا بالوقت اللي حتفى تلاشى مش شايفين تركيز على القضية الفرسطينية في الدراما ولو بشكل غير مباشر ولو بشكل تعبيري عن ثقافة إحنا عشان كده استضفنا حضرتك النهار ده يعني نكلم عن الجدر لو نكلم عن الجدر ده يعني الأكلات الفلسطينية مثلا في رمضان لو نتكلم عن الوشائج اللي بنا وبينهم التاريخية كانت موجودة إزاي فجزء مهم أن الهوية العربية هوية كل الدول العربية الشوام وعلاقاتنا بيهم علاقاتنا التاريخية مع دول العالم حتى مع إفريقيا تظل جزء من القوة الناعمة لدينا وقال لا نزوب مع التوجبهات الغربية ولا ننلسر وده دور الإعلام ودور الفن بنشكرك شكرا جزيلا معنا وجودك معنا النهاردة دكتور محمد صروت الكاتب الصحفي نورتنا وصباحك صباح لورد سيدة مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لكم تاني مع تاني فقراتنا النهاردة أو أتروه فت